تمر الأيام والفصل والسنين لكن بمرورها لا يتغير شيء في العراق الخدمات والطرق والكهرباء أزمات مل العراقيون من الحديث عنها بعد أن وصلوا لقناعة أن الأحزاب الحالية لا تمتلك أي مشروع للإصلاح هنا في الثعالبة في السبع قصور ببغداد لم يكن لهذه المنطقة من اسمها نصيب حيث تغيب أي مظاهر للرفاهية ويتجذر بدلا عنها الفقر الناتج عن الإهمال الحكومي بأقصى مراحله منسية فدنوب لا مجاري لا مين نظيف لا خدمات بيها إضافة إلى هذا الشارع 40 متر حسنا هذا الشارع تقريبا 4 متار وإحنا جبنا لوريات مالقردة ذبنا بيها يجيك بس مجرد بانتخابات والله شيخ نريد منك كذلك نريد صوات ريت هذه لكنه من أعرض الخدمات يقول لك لا إحنا خدمات ما تخصنا هذا تخص القسم البلد هذا تخص القسم ما هذا شيء وما تاهت علينا ما جاينا دوامة كبيرة وقع فيها أهالي المنطقة التي تتبع للعاصمة بغداد صاحبة الميزانيات الانفجارية والمفترض تطويعها بمشاريع تعود بالنفع العام على المواطنين شرفك يا وضعية يعني لا جهال مدارس يعني مدارس يعني كرفانات وعايفينه أنا ما حد يسأل على المنطقة منطقة معدومة خدمات ماكو كهرباء الأسلاك تعبانة ماكو والله أمنا هو هي الصيف راح يجيني يعني شرفك يا وضعية يعني مجارة ماكو عشرين سنة لا مدرسة مدرستنا كرفانات مدرستنا طامسة مدرستنا شارعنا تعبان ميت شنه السبب وشن الدابع اللي يخليكم تبوقون شن السبب تبوقون ليش يعني أنتم بالعراق والعراق العراق تلمى الذهب ثروة ضائعة وبلاد تحكمها ميليشيات وأحزاب سياسية تتهم بالفساد هذا قدر العراقيين بعد عام 2003 والذين حاولوا جاهدين تغيير واقعهم لكنهم جوبه بالحديد والنار بل وخذلوا مرارا من الأمم المتحدة رغم تأكيد بعثتها بالعراق يونامي أن الطبقة السياسية والحاكمة في بغداد فشلت في وضع المصلحة الوطنية فوق أي شيء آخر ترجمة نانسي قنقر